صفقات الزمالك هنحكي لكم عنها بشكل تفصيلي بعد ما نختم لكن كان من ضمنها سيف فاروق عفر العائد من جديد بعد رحلة انتقال قصيرة جدا مدتها أقل من 6 أشهر إلى نادي بيراميدز لم يلعب فيها كثيرا لكن عادة إلى نادي الزمالك فانضم النهاردة سيف فاروق عفر وكانت لي رسالة جمهور الزمالك قبل ما يطلع يتقدم ضمن الصفقات اللي تقدمها وكمان كان الفيديو اللي تعرض فيه النهاردة قال زمالكاوي طبعا في رد على فكرة أن اللاعب مش زمالكاوي وأن اللاعب أغضب جمهور الزمالك زي ما قدامكم الصورة اللي مكتوبة قال أن جمالي النادي الزمالك العظيمة في كل مكان أتشرف بوجودي مجددا بينكم وفي بيت الأوحد نادي الزمالك صاحب الفضل علي بعد الله عز وجل أقدر جدا لحظات الغضب بسبب خروجي الذي كان خارج إرادتي ورغم تمسكي بالبقاء لآخر لحظة لدعم فريقي لكن قدر الله ما شاء فعل ولم أتردد لحظة في العودة لقلعتنا البيضاء عندما حانت الفرصة كابن تربى وكبر فيها بداية ونهاية أنا مشجع مثلكم للكيان الأبيض وأتمنى من الجميع تفاهم موقفي وقبول أسفي واعتذاري لاستكمال المسيرة التي بدأتها طفلا بالأبيض والخطين الحمر وإلى بطولات وألقاب جديدة نحصدها معا سيف جعفر كان مشي في وقت كان بدأ فيها يلمع اسمه وكان بدأ فيها دقيق لعبه تزيد وبالتالي رحيله كان بمثابة صدمة عند الزمالكوية رغم أنه هو برر ده بأن الموضوع ومجلس الإدارة كمان برر ده بأن الموضوع كان في سوق إدارة ملف تجديد التعاقد لي من جانب المجلس السابق طيب تعالوا بقى نستعرض صفقات الزمالك كلها مش بس على مستوى كرة القدم كرة القدم كده كده أنتم عارفينها العشر صفقات اللي اتعملت وتقدمت النهاردة ما بين لعيبة الدفاع ياسر حمد مرورا بالمراكز المختلفة خط الوسط مثلا سواء زياد كمال وزياد كمال اتحطله كده جملة أنه احنا بنتوقع أنه هيكون من اللعيبة اللي بتلمع لأنه طبعا الكلام عن عقد زياد كمال من الإعارة من إمبي بالمقابل ده بفكرة هل يستفيد الزمالك لاحقا أو تمشي من عنده موهبة الزمالك ساعدة في تطويرها دي كانت الرسالة دي مهمة أو مقصودة واضح من مجلس إدارة الزمالك بتتكلم برضو كمان في أحمد حمدي بتتكلم في عبدالله السعيد أبرز صفقة من السفقات بتتكلم كمان بقى في باقي السفقات سواء ناصر ماهر سواء متيابة وغيرهم من اللاعبين اللي انضموا حديثا إلى الزمالك لكن على مستوى الألعاب الأخرى كانت صفقات الزمالك اللي تقدمت النهاردة كبتالي على مستوى اليد انضم عبدالله إمام